زي ما حضراتكم شايفين الكل بيتجه إلى أن المجموعات كلها صعبة وهو الحقيقة لأنه بيني وبين حضرتك لما تيجي تشوف المجموعات اللي موجودة أهلي سونداون زيلال مريخ كلها أسماء كبيرة جدا رجاء حرية كونكري وفاق ستيف أمازولو باستثناء أمازولو يعني الأقل أنا بتكلم من الناحية التاريخية ما بتكلمش من أي ناحية أخرى رجاء وحرية حتى حرية برضو هنا رجاء في المجموعة الثانية هو الأكثر حظا مجموعة الثالثة الترجي اسم كبير النجم السحلي اسم كبير شباب بولوزداد اسم كبير جبالكسي من بوتسوانا برضو اسم يعني إما نشوف حيبقى يظهر بشكل أو بآخر إزاي في هذه المجموعة الوداد والزمالك وبترو وسجرادة من أنجولا أعتقد أيضا أسماء كبيرة جدا جدا في المجموعات وفي دور الستاشر إن شاء الله ربنا حيكرمنا كالنادي الأهلي أن احنا نصل إلى الأدوار اللي بعد كده دايما النادي الأهلي لما بلعب فيه مثل هذه المباريات لا ينظر إلى أي شيء إلا الصعود إلى الدور التالي سواء أول أو تاني خدوا بالحضرتك ما بيفرقش معانا الكلام ده خالص أنا كنادي أهلي أنا عايز أكسب هذه المباريات بكل الشكل وبكل الأشكال علشان أصعد للدور التاني ولما أصعد لدور التمانية أبتدي أفكر في دور التمانية لأننا النادي الأهلي هلعب كل هذه الفرق ألعب الهلال ألعب المريخ ألعب سانداونز ألعب الرجاء ألعب حرية ألعب وفاق سطيف ألعب أمازولو ألعب الزمالك ألعب الترجي النجم ما عنديش أي مشكلة من المفترض أننا ما عنديش أي مشكلة وده شوفناه في الموسم السابق وفي الموسم القبل السابق وبالتالي يجب أن يكون هناك شهر ونص من التحضيرات الجيدة خلال الفترة القادمة لللاعبين اللي حيكونوا بعيد عن المنتخب لللاعبين اللي حيكونوا بعيد عن المنتخب داخل النادي الأهلي بيتسو موسماني إدى أجازة 12 يوم هناك اعتراضات كثيرة من وجهة نظر البعض على 12 يوم أجازة ولكن في النهاية لما حضراتكم تتذكروا قبل المباراة قبل الدور قبل النهائي في الموسم السابق إدى 6 يام أجازة الناس كلها اعترضت الناس كلها كتيرة جدا الناس كتيرة جدا في مصر من الخبراء اعترضوا على 6 يام كتير واحنا بعض الخبراء عندنا هنا اعترضوا على هذا الأمر ولكن في النهاية كسبت البطولة ووصلت ووصلت المدرب هو القضرة وهو لشايف اللعيبة وحضراتكم شفتوا اللعابين بيلعبوا ازاي في المباراة الأخيرة أمام نادي فيوتشر في الدوري المصري تحس دي اللعيبة مش قادرة تحس دي اللعيبة بتشير رجلها وبتحط رجله وبتحط هو قضرة بلعبته وهو عارف هو بيعمل ايه 100% احنا عندنا تجربة سابقة لها تجربة الست يام لدهم أجازة لغاية قبل المباراة بكام يوم يعني وكانت مباراة دول قبل انهائي بقى مش مباراة أخرى فاننا ندي 12 يوم أجازة هو المدير الفني الأقرب وعارف ان اللاعبين محتاجين اللي 12 يوم دول مش مجرد ان هو مدي 12 يوم وخلاص وبالتالي خلونا ننتظر ونشوف احنا دائما لما بننتظر ونشوف بيبان المباراة بتبين حاجات كتيرة جدا 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 في هذا الأمر